اشتركوا في القناة ويكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاكتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء تحت رعايتها وتستمر الحملة طوال شهر ديسمبر 2022 بجميع محافظات مصر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام الجماهيري وتم تدشين الحملة ميدانياً من محافظة أسيوت وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوت على أهمية الحملة والتنسيق الفعال مع الوزارة ودور الرائدات الاجتماعيات والجمعيات الأهلية بالمحافظة في نشر الوعي المجتمعي حول قضايا الأسرة المصرية في كافة القرى والنجوع بالمحافظة تطلق وزارة الصحة اليوم وغداً ثلاث قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجاناً في التخصصات الطبية المختلفة وقالت وزارة الصحة والسكان إن التخصصات الطبية تشمل نساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطن والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة توفي الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي صباح اليوم داخل إحدى المستشفيات الخاصة بعد رحلة طويلة مع المرض حيث ودعه عدد كبير من الكتاب والإعلاميين والوزراء عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي كان فوزي يعاني من وعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت إلى نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين حيث كان يعاني من تعب شديد دخل على إثره للعناية المركزة دعا رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك الشرطة البريطانية إلى استخدام القوة الكاملة والحزم في مواجهة الاحتجاجات الرافضة لارتفاع أسعار الغذاء والوقود في المملكة المتحدة وأكد سوناك خلال لقائه برؤساء الشرطة على دعمه الكامل لهم وفي نفس السياق انتقدت مجموعة حقوقية بريطانية وأخرى على مستوى العالم تصريحات سوناك معتبرين أن دعمه للشرطة باستخدام القوة يتعارض مع قيم حقوق الإنسان وبمثابة دليل قطع على أن حكومة المملكة المتحدة تتبنى سياسة ازدواجية في تعاطيها مع ملف حقوق الإنسان لدرجة تبنيها لسياسة حسيمة لمواجهة تظاهرات سلمية تندد بارتفاع أسعار الغذاء والبنزين فاز المنتخب الهولندي على نظيره الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدف المباراة التي جمعتهما على ملعب خليفة دولي في افتتاح منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم الفين اثنين وعشرين بقطر كما فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف في دور الستة عشر من منديال قطر الفين اثنين وعشرين وبهذه النتيجة صعد كل من منتخبي هولندا والأرجنتين إلى دور الثمانية من المنديال